في ذكرى تأسيس الجيش العراقي نظم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ندوة حملت عنوان الجيش في العراق تأريخه وواقعه وموقف الهيئة منه بحضور الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة وعدد من الباحثين والمؤرخين والمهتمين بالشأن العراقي بما أن الهيئة صاحبة مشروع لإنقاذ العراق مما هو فيه وبما أنها وقفت بوجه الاحتلال الأمريكي بكل أشكاله وألوانه وأصبحت قوة لا يستهان بها في مناهضة الاحتلال ورافضة له ولمخرجاته كان استهدافها مباشرا من الاحتلال سواء بالقتل أو الاعتقال أو الافتراءات المكذوبة بالمواقف وبعض الأمور عن الهيئة وفيما أشاعوه في مرحلة متقدمة عن الهيئة أن الهيئة كانت قد أفتت بعدم الدخول في أجهزة الجيش والشرطة وأنها أصدرت فتوى بذلك وللأسف أن هذا الادعاء العريض والكذبة المكشوفة كانت مساقة لتبرير فشل بعض السياسيين ومحاولة للهرب من تحمل المسؤولية بعد الوعود الكبيرة التي قطعوها على أنفسهم للشعب وتضمنت الندوة ورقتين كانت الأولى للباحث الدكتور ثامر العلواني الذي بين موقف هيئة علماء المسلمين من الجيش العراقي وسأبدأ ببيان موقف الهيئة الرسمي الصادر عن طريق الفتاوى وأبدأ بالفتوى لأنه أشيع زوراً وبهتاناً أن الهيئة أصدرت فتوى بتحريم الدخول في الجيش وبهذه المناسبة أذكر كلام الشيخ المرحوم الشيخ حارث الضاري عندما سئل من أحد الصحفيين كان موقفكم في الهيئة ولا زال ضد تشكيل الجيش من أهل السنة وهو معلوم في فتواكم المعروف فما قولكم بذلك فأجاب الشيخ الضاري رحمه الله لم نصدر فتوى بمنع دخول الجيش والشرطة في أي مرحلة من مراحل سياسة الهيئة وأما ما يشاع من أننا أفتينا بذلك فهو كلام غير صحيح يشيعه المحبطون ومن في قلوبهم مرض وهذه الإشاعة الكاذبة للأسف انطلت على الكثير ممن نحسن الظن بهم في الداخل والخارج فلم نصدر فتوى في الماضي ولن نصدر فتوى الآن بعدم دخول الجيش والشرطة أما الورقة الثانية وعنوانها تأريخ الجيش العراقي فكانت للدكتور مثنى حارث الضاري الذي أوضح بأن تأريخ الجيش العراقي مشرف قبل الاحتلال كمؤسسة رسمية منضبطة وبعد الاحتلال كضباط وأفراد ومراتب شاركوا في صفوف المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي الجيش العراقي دهو تأريخهم قبل الاحتلال وتأريخهم بعد الاحتلال وتأريخه قبل الاحتلال مشرف كجيش وفق المفهوم العسكري المنضبط قيادة إمرأة سيطرة توجيه كل ما يتعلق بهذا الجيش ومنقفه بعد الاحتلال مشرف أيضا كأفراد كضباط كمراتب كجنود شاركوا في المقاومة العراقية في ضمن الفصائل الجهادية أو في فصائل خرجت تحت مسميات معروف ومعلومة باسم القيادة العامة وهي متعددة يذكر أن هيئة علماء المسلمين أصدرت العديد من البيانات بعد الاحتلال مؤكدة مرارا وتكرارا على تشكيل جيش وطني بعيد عن الطائفية والعرقية ولا يكون أداة طيعة بيد الاحتلال ويقوم بالقضاء على الفوضى والإرهاب الميليشياوي ويحقق الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة الوطنية العراقية